موسيقى مساء الخير مشاهدينا وأهلا بكم في برنامج منى الحياة في ثامن مارس منى العام الماضي الذي تزامن ويوم الجمعة سجلت المرأة حضورا غير مسبوق لها في الشارع الجزائري للهتاف ضد العهدة الخامسة وضد تمديد العهدة الرابعة ومع تغيير الأوضاع التي كانت سائدة في ذلك الوقت هذه المرأة التي اعتبرت من طرف شريحة واسعة في وقت سابق بأنها مدللة النظام ولطالما غازلها الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بكثير من الامتيازات سياسية كانت أو اجتماعية أو غيرها إلا أن هذا لم يمنحها من أن تصدح بصوتها لتقول لا كرامة الجزائر أولى من كل شيء فما هو شكل الجزائر الجديد الذي تريده المرأة الجزائرية وما هو موقفها إزاء التحولات السياسية التي تشهدها البلاد منذ تاريخ الثاني والعشرونة فبراير الفين وتسعة عشر في سياق آخر تماما وبعد الحادثة الأخيرة لوالي مستغانم وما تبعها من موجة غضب شديدة إزاء تصرفه مع موظف وإحدى النساء هذا الأخير يعتذر لمن أساء لهم تحت ضغط الشارع الجزائري ويقول بأنه لم يكن في باله الإساءة لهم فهل سيكفي الاعتذار؟ وهل السؤال المطروح هنا الذي يطرحه البعض أيضا هل كان والي مستغانم سيعتذر لو لم تكن هذه الضجة الإعلامية والشعبية؟ ولكن في مقابل من ذلك هل كان أيضا سيعتذر هذا الوالي في النظام السابق حتى ولو كان تحت ضغط الشارع؟ كل هذه النقاط أناقشها مع ضيفتي الكريمتين هنا في الأستوديو سيدة الوزا مالك نائب برلماني عن حركة مجتمع السلم مرحبا بك سيدة الوزا مرحبا وأسعد أيضا باستضافة سيدة سميرة براس ناشطة سياسية مرحبا بك وعيدكم سعيد وكل عام وأنتم بخير شكرا جزيلا لكم طيب نبدأ هذا النقاش من اعتذار والي ولاية مصد غانم بعد الضجة الكبيرة التي أحدثها تصرفه مع أحد الموظفيين وإحدى النساء اعتذار كيف تعلقين عليه السيدة الوزا سيسم الله ربي زالي ثفو شبيح ننفي السلامنا ربي فلاون وقد يتفريج المرأة وقد يتواني المرأة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم لكل مشاهدين وعليكم السلام ورحمة الله ونشكر القناة تحت لهذه الفرصة مرحبا والتي نتمنى أن تتكرر مع نساء أخريات في مناسبات أخرى هذه أول مرة استضيف فيها يعني مرأتين يعني في نفس البلاطو شكرا لو لا تمني مرأت لا استضفت مرأتين لا استضفت يعني نساء أخريات ولكن مع رجل مرأة ورجل نقول باللي نحيي المرأة الجزائرية أولا نقولها يومك مليء بالنضال يومك مليء بالكفاح مرأة جزائرية مرأة مكافحة مناضلة لا تتوقف أبدا حتى المكثة في البيت والعاملة وكل نضالها قوي وهمتها عالية نحيي المرأة الجزائرية خصوصا وكل نساء العالم سنة الدنيا أسنون زمروح ثيس دومين الزاير ثلاؤون إذفد الزاير ان شاء الله ولكن لم تجد على قرية لننتقل إلى الموضوع. قضية الواليّة، كنت اتتتعلم بها في الصفحة التاعيّة، أشترّت أني في دولة مستعمرة، أقول لك، ما أشترّت كمواطنة جزائريا؟ ويقوم بشاغة، ما أشترّت؟ بشاغة، ويقوم بشاغة هنا في أنديجان، هنا في مواطن من درجة ثانية. ولكن الموقف الذي داره اليوم ربما قد يشفع له، لأن الاعتراف بالخطأ فضيلة، لا يكون كل الناس تعترف. فعلا. كما يقولون، تحت الضغط، ولا ماشي تحت الضغط، ولكن له اعترف. بعد الاعتراف هذا، ماذا سيتبع؟ ما سيكون بعد الاعتراف؟ ما سيأتي بعد هذا الاعتراف؟ هل سيرد الحقوق؟ لا أستطيع أن أقول لك اسمح لي، وقال بأنه مستعد أن يستقبلهما في مكتبه؟ يستقبلهم، ويرجع لهم حقوقهم، والمرأة التي جاءت على جل السكن، تدّي حاجتها، والمهندس يرجع المصيب بتاعه معزز مكرم باحترام، ويعتذر لهم قدام الناس، يعتذر لهم قدام الناس قدام الملأ، واعتذر في إذاعة مستغالم، اعتذر صوتا فقط، ليس صورة وصوت، كما أهان ذلك الموظف، الموظف وتلك المواقع، لاعتذر هم أداب الاعتذار، نعرف بأننا نجد أن نرد المظالم، لكي تقبل توبة عنها، لا نقول أن أظلمت واحد وتبت، ولكن لم أرد مظلمة الإنسان هذاك، لا تقبل إذا لم أرد المظلمة لمكانها، طيب سيدة بوراس، كيف تعلقنا أنت أيضا على هذا الاعتذار، الذي جاء بعد تقريبا بعض، وصفها ذلك بعدم الاحترام لمواطنين جزائريين، لموظف أو لموظف، ومرأة جزائرية جاءت تشتكي للوالي، وكيف قابلها الوالي بتلك العبارة التي تضامن معها الجزائريون، اعتذر اليوم صوتا وليس صوتا وصورة، البعض يقول يجب أن يعتذر كمأسا، يعني صوت وصورة وأمام الملع، ولكن شكرا لك أخي علاة الاستضافة، حسب اعتقادي أن الوالي يمثل الدولة الجزائرية في الولاية التي رأى فيها، وهو معين بمرسوم رئاسي، يعني رئيس الجمهورية يضع ثقته التامة في هذا الإنسان حتى يمثله هو شخصيا، من المفروض أن أولا يكون متواضع، لأن الكبير هو ليتواضع وليس السغير، أولا، والسنابل تنحنينا، كيف يقولون يعني، تواضعا، ومن السنابل لتنحنينا، نعم، كي تكون السمبولة معمرة تنحني، كي تكون فارغة تبقى دايما، تبقى دايما، نعم، إذن، هذا قلت لك، التواضع، ثائنا، هو إطار، هو إطار معين لخدمة هذا الشعب، إذن، مهما كان، يعني، الإطار وجباء يتحلى بروح المسئولية، أن يكون خادم هذا الشعب، مهما كان، يعني، كان يعرف لأنه سابق له، لو كان هذه أول مرة يتعين فيها في ولاية، ونقوله لنقص التجربة، للخبرة، ما يعرش كيفش، ما كانش يعرش كيفش، الشعب كيفش، لأنه، يعني حتى المواطن، لما يكون عنده مشاكل، عنده ضغوطات، ينفعل أمام المسئول، حسب اعتقاده أنه هذا كل مسئول عنده الحل، وينسى باللي فيه قوانين، فيه يعني، النصوص، فيه لي تعطي له الحق أو لا تعطيه، لكن المسئول هو الصورة الحقيقية لتمثيل، كما قلت لك الدولة الجزائرية، لتمثيل القانون الجزائري، لتمثيل الهيبة تعدولة، على المستوى المحلي في الويلة، والتواضع، والتواضع، وخدمة هداك المواطن، من المفروض هذا التصرف لا يلقو أبدا، حتى بمسئول يعني صغير جدا، في أحد إدارات الجمهورية، ولذا، هذا الاعتذار أولاً جاء متأخر، ثانياً، حسب رأيي لا فائدة من الاعتذار، لأن الكلمة خرجت أمام الملأ، لو تمت إهانة المرأة أو الشاب المهندس في مكتب الوالي، كما نقوله راسو براسو، سابب أسي، لكن فيه كما تلقى تعال رصاصة، يستطيع أنه يتحملها ذلك الموظف، نعم، هذه تلقى، هذه رصاصة لما تخرج، تقتل الإنسان ولو نفسياً، يعني إهانة، أنا شفت هذا المهندس كان يبكي، كان أصحاب فيسبوك، أرضت الفعل، المرأة الفقرة جداً، اللي هي تعاني مع أطفالها عيشة في كوخ، إذن الإنسان قبل ما يتجرأ ويهين الناس، لازم يعرف أولاً حياتهم لا يعرف، ولذا، أنا هذا رأيي الخاص، الاعتذار جاء متأخر، وحسب رأيي كذلك لا فائدة منه، يعني هو غلط، يكمل في الغلطة تعوه، لكن إحنا عندنا ثقتنا كبيرة بأن فيه جمهورية، فيه دولة جزائرية، فيه كرامة المواطن اللي لازم يتحافظ عليها، وانتمنى أن تأخذ قارات حتى يكون عبرة لغيره، يعني الاعتذار ربما هو نوع من مظاهر قريباً، المظاهر الجديدة التي لم يعتد عليها الجزائريون، في وقت سابق كنا نشاهد مسؤول يهين المواطنين، يهينهم، ولا يستجيب لهم، ولا يصبحهم، ولا يفتح لهم الأبواب، ولا يعتذر لهم، اليوم والي يعتذر أمام الملأ، لم نكن نشاهد هذا في وقت سابق، ألا تعتقدين بأن هذا نوع من مظاهر تقريباً الجزائر الجديدة التي نأملها على كل حال؟ تفضلي سيدة لويزة، نقول باللي، نحن صح حقيقة ما وقع يعني هذا الاعتذار هذا، ما نش متعودين عليه، والأحداث اللي من قبل شفنا، شفنا الناس يعني كنسلال سب الشاوية، ولم يعتذر، والإسكيك ذا في وقت سابق، هناك الكثير من النمال، التي يعني رصدتها عدسات الكاميرا، والتي لم ترصدها عدسات الكاميرا، أمثلة كثيرة، ولم يعتذر ما فيها المسؤول، يعني، نحن نقوم قدام مرحلات، وبقية واستمر في منصيبي، وفي بعض الأحيان يرق، نحن نقوم قدام مرحلات عن انتقال، انتقال فرضته سنن الكونية، يعني، جاء حرك، حرك الشعب الجزائري، أنا صراحة، كنت في واحد الوقت، نقول، يعني، قريبي أست، كنت نقول، قبل الثاني وعشر فبراير، قبل الثاني وعشر فبراير، كنت نقول، يعني، قلق على مجتمع، ورقبوا قوارب، وذهبوا إلى الضفال الوقت، والناس الذين لم يذهبون من المواطن، تنسى الغابة، أعني، كان الناس هناك، نحن نخطل به منهم، وكانت من الداخل، وست dataset للإدعاء، لن تقلق عليه، وكانت لن تحرك، وكانت لن تقلق عليه، وكانت طريق الجزائري، بالفعل الحركات، وقد تنتجل من وحده الحركات المجتمع، ومعجي، ومعجي، تجعل الناس كلها، لقد احسوا بأن هذه القارب لتجد التنظيم إلى قرار. لابد أن نسلقه. مسؤولات الجامعة. أولاد السياسة شأنه الناس كلهم. شأن الجامعة. وكما كان ذلك السؤال الحق؟ بالإعتذار لم يكن في وقت سابق. وهذا الاعتذار هذا الذي يأتي لأن المسؤول درك أرجع يخاف من ردد فعل الشارع الرقابة الشعبية عندها دور فعل ومن أجل هذه النقاط هذه هي التي لا يجب أن الحراك يفتر الآن لا يجب أن يحبس الآن لأن يستمر أنت مع استمر الحراك أنا مع استمر الحراك لأنه خلق هذه الديناميكية في المجتمع خلق هذه الاحساس بالمسؤولية لأن المسؤول هو مسؤول لأنه سيسأل سيحاسب على ما يفعل وهو كما قالت الأخت سميرة هو راهو يمثل دولة هو راهو في خدمة الشعب في خدمة المواطن إذا كان ما أدىش هذا الدور شكوموا راح يسألوا لما تستقر الأوضاع وتولي البلاد تسير وفق قانون يعني يعمل جميع في دولة القانون دولة الحق والقانون لا داعي للحراك ولا لشيء أخر ناس كلها وحدها سترح لديارها يعني يستمر أفهم من كلمك بأن الحراك يجب أن يستمر إلى غاية تحقيق جميع المطالب عدالة اجتماعية خاصة عدالة اجتماعية ودولة الحق والقانون والحريات لما نوصله أننا نديروا انتخابات انتخابات حرة انتخابات شفافة انتخابات لا يزور فيها تزور فيها الأصوات التم نقوله بالخطوة الأولى حطينا الجنة في الدرجة مع هذا الطرحة أنت سيدة بوراس أي طرح؟ طرح أنه يجب أن يستمر الحراك الشعبي في مسيراته كل يوم جمعة الآن يخرج يوم سبت أيضا إلى غاية تحقيق جميع المطالب وإلى غاية تحقيق جزائر جديدة بكل مظاهرها وسلوكياتها وغيرها نعم نحن كل نطمح من أجل بناء الجزائر الجديدة لأن الجزائر الجديدة سيعيش فيها أبنائنا سيتعيش فيها أجيال المستقبل التي تحلم بالعيش الكريم في الجزائر حراك 22 كنا كل مشجعينه وننخرط فيه ولا زلنا ننخرط فيه فقط نتمنى أن يبقى في الأهداف التي ستطرها حراك 22 ويبقى فقط يوم الجمعة يوم يعني الآن لن نخرج يوم السبت وخرج يوم الأحد فهذا يعني فيه تجاوزات لمبادئ الحراك ولذا أهداف الحراك يوم الجمعة والسبت؟ يوم الجمعة نعم لكن يوم السبت والأيام التي تليها وكذلك يوم الجمعة لازم تكون يوم الثلاثة أيضا الطلبة يخرجون كل يوم الثلاثة شوح أنا يعني اسمح لي لم أرد طلبة يخرجون يوم الثلاثة لما تشوف الصور ما همش طلبة يعني ناس كبار ناس حتى نسمي الأشياء لأننا نحن كل بناء الجزائر وكل نحبه الخير للجزائر الطلبة غير موجودين يوم الثلاثة ربما مجموعة قليلة جدا لكن من ينخرط في المسيرة هم أشخاص آخرين لا يمدون بصلاة للطلبة وليدة الحراك يوم الجمعة حراك هادف لكن نتمنى فقط أن يبقى في نفس الأهداف بنفس الطرق بالسلمية باحترام بعضنا البعض باحترام مؤسسات الدولة باحترام الجزائر شاهدنا في تقريبا هذا الأسبوع بعض المشاحنات من طرف الشرطة والخوف كل الخوف هنا من انزلاقات وتجاوزات سواء من الطرفين هذا الشيء لا يخدم لا يخدم الديمقراطية ولا يخدم الأهداف لا يخدم الديمقراطية ولا يخدم الأهداف ولا هذا يأثر على الصورة الجميلة التي سوقها الحراك الجزائري للعالم والصورة الجميلة التي وصلت إلى هذه التغييرات مهما كان فيها أشياء أنجزت فيها أشياء غيرت فيها رئيس الشرعي فيها أشياء تغيرت بعض الأمور بريس بلك تلك كمرأة سيدة برس تغيرت بعض الأمور بدأت تتجلى مظاهر الجزائر الجديدة التي خرج لأجلها النساء في الثامن مارس بقوة نعم هذا هو أملنا والتغيير يجي كما يقولون درجة بدرجة ما نقدروش في سنة يكون حراق فيه فيه يعني ناس فاسدين زجوا فيه استجن فيه يعني محاكمات فيه برلمانيين رفعت عليهم الحصارة عمرها مصرات في الجمهورية الجزائرية فيه رئيس الشرعي فيه انتخابات فيه انتخابات حرة فيه أشياء راهي نحن نحن تجسد وعلى المواطن أن يرى وأن يقيم والتقليم يكون بأسلوب حضاري بأسلوب ثقافي راقي بطرق سلمية بالحوار بهكذا يعني عن طريق الإعلام أنه الإنسان يدلي برأيه إذا كان مع أو ضد وهكذا تبني الدول الدول العظمى بنيت بالحوار بنيت باحترام الرأي الآخر بنيت كذلك بالسلمية لأن السلمية هي التي تكون الأرضية التي ننطلق منها والحمد لله أن الحرك تقريبا مزال سلميا إلى أبعد حد نفس السؤال سيدة لويزة هل بدأت بالنسبة لك أنت مظاهر الجزائر الجديدة تتضح نوعا ما هل هناك برأيك أو برأيك قطع للممارسات التي كانت في وقت سابق سيدة بوراس ذكرت بعض الممارسات رفع الحصان على بعض البرلمانيين محاسبات الكشف على قضايا فساد وغيرها هل بدأت تتضح أنت أيضا بالنسبة لك؟ شوف وش رح يظهر وش رح يبننا يقدر يكون إرهاصات أو مقدمات لواقع أفضل كما يقدر يكون مجرد كما يقولوا ذر رماد في العيون ومجرد يعني يربح للوقت من أجلي أن يجدد تقدر تفسرها كما تقدر تفسرها أنت تشككي أنا لا أشكك أنا أقول بالأيام الجاية هي التي ستكشف إحنا مثلا في حركة مجتمع السن مستعدين مدوا الفلصة ولكن أنتم قلتم بأنكم لدى يعني عندما قابلتم رئيس الجمهورية عندكم تقريبا وجهات متقاربة مع خط رئيس الجمهوري تبقى أنه تبقى الأقاويل والشعارات والبرامج يبقى أن تنفذ حقيقة في الميدان تبقى أقوالي لغاية أنتون تبقى أقوالي لأن تظهر في الواقع عندما تكون في الأفعال و تكون في الواقع تبقى أن تخني إلى جزائر جديدة أنا أقول باللي مثلا كنت تخني في الحوار في الحراك وكامل أقول باللي الحراكة هذا المخرج الوحيد لأن البلاد تخني في أزمة سياسية في البلاد الأزمة السياسية المخرج الوحيد لها هو الحوار والحوار هذا مصلحة البلاد لكي تعود لأنه لماذا أنا رايح مقبلين على أزمة اقتصادية أنا رايحين أزمة اقتصادية اليوم سعر برميل حتى الـ 35 دولار الميزانية أنا أعدت على 50 دولار يعني فارق 15 دولار تبقى 35 دولار وطولي الـ 63 مليار دولار تبقى 36 مليار دولار من السنتين يعني الأقصى حد أحسب باللي الزال لا عندهاش بش تخلص الخدامين تحا كيفاش راح تدير وحنا نبقينا في أزمة سياسية هكذا وقعدنا مازال ما عندناش مازال ما عندناش مازال ما عندناش مازال ما عندناش انتخاب رئيس شرعي منتخب مازال مازال ما شفناش انتخابات نزيهة مازال ما شفناش مظاهر التزوير اللي نعرفوها من قبل وليتبدأ بال أجرينا انتخابات واحدة فقط وليس مازال 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 متشائمة انت سيدة الويزة لا لست متشائمة ولكن كين مؤشرات لازم نقفوها ما هي مؤشرات نقفة نية عند الهائلة الانتخابية شكل يعرف شكل هم مسجل في الانتخابات وشحل عدد الأصوات وين رهم مسجل ولا ما عندكش أكسيل هاد المعلومات مازال الفرز يندير في الغرف المظلمة مازال ما هو شاش كين كين نقاط كثيرة كين مؤشرات تقول باللي مازالنا ملحقناش للدولة ورئيس الجمهورية بالأمس أثناء احتفالية عيد المرأة سيدة بوراس قال بأن مظاهر الجزائر الجديدة ستتجلى أكثر مع تعديل الدستور القادم قضية تعديل الدستور القادم هل فعلا سيخرج الجزائر من ظلمات التي كنا فيها في وقت سابق إلى النور الذي نطمح إليه؟ أرى مكونات الدستور الجزائري فيه بنود في المقدمات في أمجديات الدستور لن تتغير يعني فيها اللغة والدين والهوية وفي أشياء كثيرة لن تتغير فيما يتغير هو راح تكون تغيرات حول حقوق الإنسان ونحن نطمح كنساء أنا أتكلم يعني ما يهمني في هذا الدستور أولا كرامة المواطن والحفاظ على هويتنا وعلى تاريخنا وكل مكونات المجتمع الجزائري ومبادئ أول نوفمبر لكن أتمنى كذلك أن تكون مساواة حقيقية بين المرأة والرجل لأن الدستور الجزائري مساواة بين المرأة والرجل مساواة في الحقوق وفي الواجبات مساواة هذه في المساواة لكن المساواة كذلك تكون إذا كانت فيه ترقية حقيقية للمرأة أو الرجل لازم تحترم المعايير الترقية تأتي عن طريق الكفاءة عن طريق الباركور سواء المنسخاتيف أو بوليتيك يعني الإنسان الجزائري يحس أنه صحيح أننا نعتمد دائما على قوانين الجمهورية وعلى الدستور الذي هو أعلى قوانين للارتقاء بأداء المواطن الجزائري هذا الشيحنا نتمنى أن يكون لأننا مهما كانت أروج نوعا ما عن الكوطة وعن المعاهدات الدولية الكوطة للمرأة نعم للمرأة أنا أتحدث لأنني ناشطة سياسية فأفضل أن أتحدث عن الحقوق السياسية بدل أن أتحدث عن حقوق في الاستثمار أو شيء آخر لأن البارح كان تم تكريم نساء نساء اجتهدنا فوصلت للنتيجة وهذا شيء جميل كما أفضل كذلك أن تكرم النساء في القرى وفي المداشر لأننا إذا كنا فعلا نريد أن تكون تحفيزات للمرأة وتحسيس المرأة أنها هي الهيكل الذي تبنى عليها المجتمع وتبنى عليها الجمهورية الجزائرية لأننا دولة جمهورية يعني لنا حكم ديمقراطي شعبي الوطنية هي التي تجمعنا والمجموعة الوطنية وجد ديمقراطية في الجزائر شوف الديمقراطية ماتوا عليها الشهداء وماتوا عليها في العشرية السودان 250 ألف ماتوا على الجزائر وليس على الديمقراطية لا على الديمقراطية وعلى الجزائر لما تقول الجزائر هي الجمهورية الديمقراطية الشعبية الجزائرية حررها حتى شوف إذا رجعنا إلى التاريخ الديمقراطية الثوار والشهداء أن ذاك كان كل واحد عنده ثقافته عنده قنعته عنده الحركة الشعبية التي ينتمي إليها أو الحزب لما تشوف ما صالي الحزب ما تشوف يعني ترجع إلى التاريخ كانت فيه ديمقراطية كانت فيه قناعات لكن اجتمعت كل هذه القناعات لتحرير الوطن من الاستعمار الغاشم وبعدها كان كل واحد عنده أفكار يدافع لها إذن فيه ديمقراطية لكن لما ترى مستقبل الجزائر تسقط أفكار الديمقراطية وترتفع صوت يعني يعلى صوت الجزائر ولذا أعود إلى مكانت المرأة قلت إنا الكوطة مهما كانت يعني نحن صحيح نعم سأعود إلى قضية الكوطة التي يقول فيها البعض الكثير أو يسيل البعض هنا الكثير من الحبر أبقى في قضية المساواة التي طرحتها قلت أنت مع المساواة بين المرأة والرجل هناك أيضا نساء عدة في الحقوق الواجبات حتى لا تقول لي ما لا أقول أنا أؤمن بالشريعة بالدين بالعقيدة بالشريعة الإسلامية كل ما جاء في الشريعة الإسلامية من أجل حقوق المرأة أنا من مجتمع محافظة من أسرة محافظة وأحترمها وأقدسها حتى لا أقول ما لا أقول لكن في الحقوق والواجبات المدنية أنت معا المساواة بين المرأة والرجل لأننا الآن وصلنا إلى مستوى علمي نفس المستوى في بعض الأحيان ترى المرأة زحمت الرجل تقريبا مارست جميع وظائف الرجل لم تبقاها أنت مع المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات حتى لا نخرج عن سياقها نفس المرأة والنساء والشقائق والرجال لم يكن لدينا في ديننا وفي ثقافتنا وفي مجتمعنا الجزائري لم يكن لدينا عقدة المرأة والرجل هذه الأفكار مستحدثة نحن كيف كانت مثل هذه الحقبة الاستعمارية كيف كانت مناع النساء لتطلع الجاهد كيف كانت تقودي الرجال و تدري معارك ضد المستعمل الفرنسي كانت تقودي الرجال تقودي الرجال كانت تقائد الجيش كيف كانت تقودي الرجال و قال الحاسيبة بمبعلي ما تموتيش في سبيل الله و في سبيل أحرية هذا الوطن يعني شهداتنا ومجاهداتنا لم يمنحهن شيء عن الأداء والأداء واجبتهم توجه البلاد تأحب نفس الشيء بعد الاستقلال لم يكن لدينا هذا ولكن عندنا بعض العقليات عندما بدأت تمارس بدأت الممارسة على السياسة في الجانب السياسي فقط بدأت هذه العقليات و بدأت تقودي أفكار كيف يقولون غريبة غريبة على المجتمع لقد خلت أن الأفكار و رؤيتنا للمرأة بدأت تغيير المرأة من بكري في المجتمع الجزائري عندها شقيقة سيدة لويزي احتفظي بالفكرة سأعود إليكي بعد الفاصل مباشرة احتفظي بالفكرة و عذرا على المقاطعة مشاهدينا فاصل قصير ثم نعود إلى أسمى حضراتكم نرجو أن لا تذهبوا بعيدا أهلا بكم مشاهدينا في الجزء الثاني من برنامج من الحياة والذين نناقشوا فيه أو ناقشنا فيه في الجزء الأول قضية اعتذار وليولاية مستغانم الذي استقبل الموظف والمرأة في مكتبه واعتذر لهم و قبل ذلك اعتذر في إذاعة مستغانم طيب مرحبا بكم مجددا سيدتي الفاضلتين كنت قاطعتك سيدة لويزي قبل الفاصل أرجو أن تكملي فكرتك كنت تكلم عن رؤية المرأة و مكانة المرأة في المجتمع الجزائري بأبعاد هويته اللي هي الإسلام والعروبة والأمازيغية المرأة في منظور نحن في الجزائر ما كانش عندها ما كانش كين تفاضل بينها وبين الرجل إلا بما فضل الله صحان و تعالى ننديك شوية بعيد حني حضرت على المجاهدات وحضرت على الشاهدات نديك شوية بعيد لالرسول صلى الله عليه وسلم لما بويع في بيعة العقبة كان من بين المبايعين نساء نساء مرأتين وهذه مبايعة سياسية هذا كان انتخاب وكان مبايعا على نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم عند قدومه إلى المدينة كين تاني قصص كثيرة في تاريخنا وفي سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي سيرة الصحابة كما المرأة لوقفة العمر وقتلوا ليس من حقك أنك تمنعنا حق أطهنا الله لا تنزل عمر وإعترفة بالخطأ وقلب لي أصابة المرأة وأخطأ عمر قصص كثيرة وكثيرة القيادات اللي كانوا النساء اللي كانوا في هياك الدولة الشفاء اللي كانت وزيرة التجارة ووزيرة السوق اللي كانت في وقت عمر يعني أمثلة كثيرة وفي تاريخ نحن الكاهنة نون التنهينان كانت لم يمنحها شيء أنه تتقاوم وتحارب إذن لماذا يثير قضية المساواة المرأة مع الرجل يثير الكثير من الجدل في الأوساط الاجتماعية يقول لك لماذا يثير هذا كل اللغط هذا قضية أنه المصطلح حتى المصطلح يثير الجدل أولا أنه دخلوا علينا دواخل قتلك كما قلت لكم قبل لكي ندخلوا علينا لواقف ثقافتنا الجزائرية بدأت تتغير يعني بين قوسين كي الأفكار سلبية جت تغطات بغطاء الإسلام طولها صبغة دينية قال لك كل مرة ما دخلتش من دارها من بطن أمها إلى بيتها بيت باباها من بيت باباها إلى بيت زوجها بيت زوجها إلى قبرها لأنه بدأت أمها بدأت أي شخص نشوفه يبدأ يشمش في الدين يبدأ يبدأ يدخل في هذه الأفكار التي تحرفت بالفكر بالنظرة نظرة على المجتمع للمرأة هذه أحدة ثانيا جاءت أفكار كذلك غريبة عن المجتمع غريبة عن ثقافتنا تنادي بأشياء ليست من مطالب المرأة الجزائرية يعني البتة ولا تطلب في أمور تخرجها على إطارها الديني وهويتها الجزائرية كنا المسلمة الأمازيغية العربية وتخرجها حتى من بيئتها التي تربت عليها ومبادئ التي تربت عليها تعليقين سيدة سامير وله ربما أشاطرها في بعض الأفكار لكن بعض الأفكار يعني أنا عندي فكرتي الخاصة شوف الآن مع التطورات ومع يعني العولمة ومع العالم كل يتغير وعاك تشوف أبنائنا عايشين في عالم التواصل الاجتماعي يعني قرية صغيرة يعني حتى العائلة الجزائرية الأب الآن يفضل دائم من البنت عن الولد يعني في عائلتنا تلقى تغيرت الأمور البنت عندها مكانة خاصة في البيت والولد يعني هذه في العائلة إذن الأمور تغيرت العقليات تغيرت لما تروح للمدرسة للمدرسة تلقى البنات متفوقين في الدراسة معظم مهمة يعني البنات يكملوا في البحوث في الأبحاث يعني دان العشار سيونتفيك ميلجان يبريفر توجوغ امتيت لسانس وبيانا جميعا ويروح للعمل إذن للمرأة غزيت وفيه تقبل أفكارها وفي الجامعة فيها أساتذة وراهي عميدة يعني جامعة وفي المحكمة عندها مكانتها الآن أشاطر زميلتي في العالم السياسي المرأة الآن في الجزائر يعني هي غزيت كل تروح الآن تلقاها طبيبة فليزيرجونس والرجل يتقبل أنه يعني تكون طبيبة تفحص له زوجة تاعو أو بنت هاتي الأفكار الآن متقبلها المجتمع الجزائر بقاء العالم المجتمع السياسي لأن في العالم السياسي الأحزاب السياسية جلها حتى لا يكون يعني ربما حزب أو ثنين يترأسوا امرأة ويعني هما غير موجودين أصلا في الساحة إذن الأحزاب الثقيلة التي توجد في الساحة يترأسها رجال والرجال هادو ما زالت العقلية تعوى ما تغيرتش يعني العقلية هذه المتحجرة للا يتقبل أفكار المرأة سواء في المناقشة أو في البرمجة أو في إذن هو وإذا رأى باللي فيه نساء عندهم أفكارهم وعندهم يعني شخصيتهم يعمل على إزاحتها ويعوضها حتى نعود إلى الكوطة لأن هنا الكوطة عملت فينا ما عملت عملت فينا الكوطة ما عملت أنا ضد الكوطة لا يكوطة بالنسبة للمرأة مش يكوطة بالنسبة لأحزاب وغير ذلك هما يطبقوها حتى في الحزاب هما لقوها حجة لكي تطبق حتى في الحزاب مرأة عندها 30% نعم في الجزائر العاصمة كانت 40% يعني على حسب حالة خاصة الجزائر العاصمة حسب عدد المقاعد فقلت 30% لكن في البلديات سيدة الويزة عندنا 20% 20% هذا هذا وشقتل الأداء لإنه النظال إزمال قليل ليروحوا للنظال إلا لها سواء متخرجة متربية في عائلة يعني مناظلة أو أنها تعلمت النظال في الجامعة والجامعة هي اللي تخرج النخبة إذن النظال ليس حكرا على كل النساء فيه مناظلات تناظل من أجل أنها وصولها ووصولها 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 وحاملها لمشروع مجتمع العمل السياسي أنك تكون حامل لمشروع سياسي عندك برنامجك عندك أفكارك عندك الآليات اللي فيه ذهنيتك لتعمل بتطبيق وهذه ليست لكل إذن أنت معال إبقاء على نظام الكوطة بالنسبة للنساء يعني مرأة كذلك حتى ولو تكون يعني في الرتبة الأخيرة تذهب بالكوطة يعني لا أنا قتلك أو العكس الكوطة هي التي أثرت على الأداء السياسي للمرأة ولذا الآن يعني خلوا المرأة تناظل وتذهب بنظالها وليس بإمتيازات عسى أنت تغير الذهنيات أنت تغير الذهنيات وأن تعامل المرأة والرجل كذلك نحب أن يكون الرجل السياسي يكون عنده كفاءة يكون عنده مشروع يكون عنده قناعة لأن السياسة هي التي تسطر البرامج للارتقاء بالمجتمع إذن لازم تكون النخبة هي التي تكون في القيادة في القيادات السياسية ولذا الآن لماذا المجتمع ينفر من وجود المرأة في السياسة لأنه لحد الآن لم نرى بعد يعني ما عدا بعض يعني أعداد قليلة جدا للنساء التي تمثل الأحزاب السياسية أننا لم نرى فيه نساء ثبتة وجودها وحتى في الترقية سمح لي حتى في الترقية لماذا هذا برأيك لماذا يعني لأن لأن المرأة تكلت على القوانين التي تساعدها على الوصول الكوطة وغير ذلك أم أنه ما يعني أم أنه مفضل الحزب يعرقل لا يتقبل أفكار النساء اللي عندهم أفكارهم ويدايما يحط في بلاث لأن الكوطة واش تقول المهم 30% في القوائم إذن يفضل أن تكون نساء غير متكونات سيس اللي لم تتعبوش المرأة اللي لم تتعبش الحزب تحها لما تكون للتصويت رحها ما تتمرد رح تمشي في الأفكار رح ما تنقش وش رح نعم سيدي هناك صعوبات في جلب يعني نساء في القوائم لأن هناك قانون يفرض أن تكون نساء في قوائم معينة حتى أن بعض يضطر أن يشتري نساء كما بالمل حتى يكون في القوائم أنا نقول لك الحزب السياسي الأحزاب السياسية جلها تتلاعب بمكانة المرأة أثناء الانتخابات فهي تشجع المرأة بش تديرها الحملة شكون يدير الحملة السياسية الحملة الانتخابية رجل هما يدير النساء شوف فقط النساء لا النساء يدير للحزب لأن وقت التصويت شوف فقط التصويت وكتش ترتفع نسبة المشاركة يكلعشية كي يخرج النساء وكي يخرج النساء تخرج يعني تخرج مع مجموعة لكن الصباح الرجل يروح يفوت وحده النساء هما هما في الرأس القائمة النساء هما التي تصنعنا الفارق هما تصنعنا الفارق ولذا احنا نتمنى نتمنى نحن رايحين للجزائر الجديدة حتى على مستوى الحكومة لما تأتي بوزيرات الوزيرة لازم يكون عندها مسار مسار نيضالي لأنك ما تجيبناش نساء من العدم اسمح لي نكمل هذه الفكرة تأتونا بنساء من العدم وانبعد لما هذا المرأة اللي على رأس تفشل تقول النساء ما همش قادرات لا احنا نرفض هذا النساء اللي يصلوا الى مواقع اتخاذ القرار والمناسب العليا لازم يكون عندها مباقاج ينبخكوخ وانبعد تقيمها اذا خفقت ونتمنى يكون نفس الشيء للرجال كذلك طيب سيدة الوزان قضية الكوطة هناك الآن الكثير يعني ينتقد قانون الانتخابات الحالي يقال بانه يجب تعديله من بين النقاط التي يجب ان تعدل حسب الكثيرين هي قضية الكوطة بالنسبة للمرأة نحن ندعو الى المساوات اذا المساوات في كل شيء لا كوطة ولا هم يحزنون اذا جاء نظالها بها الى المجالس المنتخبة فبها ومنعمت اذا مكاش مكاش يعني انت سيدة الوزان جيتي بالكوطة ام انه كوطة 30% ام انه نظالك هو الذي اوصلك بسم الله مرحب اي واحد يقول لك انني ضرير يوصني اكيد يك وما كاش حقيقة لا ليس حقيقة نحن مثلا في حركة مجتمع سين نريدها لك من الأول هو السياسة في حداتها في المجتمع الجزائري ينظر لها كما وحد الوقت كانت سياقة سيارة كانت حكرة على الرجل وكانت يستغرب انه نشوفهم رات سوق بشوية بالعقل ولا ونساء كلهم لما كنتمش يفتريق تصيب ربعا يسوق وراجب وراجب لانه لانه ساعة الرجل يكون سيارة وحدة في العائلة يعطيها لزوجته تروح بها وهو يفضل يروح في النقل العمومي يعني لماذا حفاظا على كرامة زوجته خاصة لأنه في طريقين مختلفين من بعد نفس الشي في السياسة السياسة في الجزائر كانت حكر على الرجال وحنا المجادة الشعبية الوطنية المجادة الشعبية الجزائرية من 63 كانت 5% من النساء وكين لحقت 91 إلى 0 امرأة لحقت أحسن حالتها 7% في 97 ثم لو لا يعني من مزايا ومحاسن الكوطة أنه سمحت لولوج النساء عالم السياسة ويعني إبراز الطاقات النسائية وميولاتهم عندها ميولات سياسية حق لوجود تحفظ سياسة هذه واحدة ثانيا نقدر نقول الكوطة وحدها غير كافية لا تكفي منح يفتح المجال نحنا ما نقول شبرك 50% مثلا سيبروح أنت في بلدية مثلا حق وجود قوي للمرأة سياسية في بلدية معينة لماذا نحددها بـ 20% مرأة أعتقد نائب أو رئيسة بلدية في ميلا أول رئيسة بلدية أعتقد في حركة مجتمع سن وعندنا في 1997 نائبتين في البرلمان ووحدة فيهم كانت نائب رئيس الشعبي الوطني أستاذ عايشة بالحجار عايشة بالحجار نظام داخل حركة مجتمع سن معروفين بالجانب النسوي القوي في المجتمع المدني وفي الجانب السياسي مع الكوطة هذه للنساء أم ضدها نلغيها يعني لا هي في وقت هاجت لا في التعديل القادم من قانون الانتخاب في التعديل القادم ربما قد أنا أطمح أن يرقع دور المرأة أكثر إلى أن نصل الوقت أنه تولي بكفاءتها حتى إذا كان تلزم في قائمة نحط أكثر من 50% من النساء نحط نحط بلديات المرأة ترف في بعض البلديات المحافظة يعني المرأة لا تخرج إلى ممارسة العمل السياسي هناك صعوبات كبيرة شوف الذهنيات تغيرت الآن المرأة موجودة حتى في البلديات حتى إذا كان ما تترأس البلدية فهي رئيس لجنة والليجان هما محتكة أكثر بالمواطنين لكن أنا أؤكد على شي نحن حب ذا لو يبقى الدستور الجزائري يسوي كما قلت لك بين المرأة في كل لكن لازم ترافقها قوانين للحفاظ على هذه المساواة بين المرأة والرجل وإذا أبقي على الكوطة لازم كذلك نصوص تطبيقية تلزم الأحزاب السياسية لتشجيع النساء اللي هما حاملات لمشاريع ولهما مناظلات لأن كما نقول لك ولكن ما التناقض إذا قلنا المساواة أنا أؤكد على المساواة حتى تصل فكرتي للمواطن والمرأة ما تلومني أنا أؤكد على المساواة لكن في هذا الظروف لازم الإبقاء على الكوطة لكن إرغام وإلزام الأحزاب السياسية احترام المناظلات والنساء السياسية ولكن مع المساواة ومعك كوطة هل هذا تناقض أنا لا أعتقد أنه سيتم تغيير الكوطة لأن جزائر أمضت على معاهدات دولية ومن واجبنا أننا نحترم هذه المعاهدات الدولية فقط أنا وعلى شنقول سيدة الساميرة لأن قطعنا سيدة الويزا تعطيني الكلمة أعبك الكلمة نحو منحب قلنا النقطة قلنا مزايا الكوطة من مساواة أنها الأحزاب السياسية لم يكن عندها قاعدة نضالية نسوية قوية أو تتعاقد مع نسا وتتعامل قوائمها بنساء بأي ثمن وبأي مستوى وعطت مظهر سيء للمرأة العاملة في السياسة أما الأحزاب التي كان عندها قاعدة نضالية حزبنا مثلا لم يكن لدينا إشكال أن نضيف بالعكس كي ينتنافس كبير في التوائم أكملت الفكرة فقط تنضيف للمرأة الجزائرية تستحق كل التقدير وهذا ما ندعو إليها سيدة ساميرة تكملي الفكرة أنا أشاطر زميلتي في آخر منشور لك اليوم سيدة ساميرة قلت بأن المشاورات التي دعا إليها رئيس الجمهورية يعني يغلب عليها الطابع الرجولي وكأنك تقولون بأن الرئيس أغفل يعني ليس الرئيس ليس الرئيس هو الرئيس يقدم الدعوة لكن الأحزاب تستجيب إلى الدعوة تستجيب إلى الدعوة يعني لم يقوموا بأخذ هي التي تحدد قوائم شخصيات التي تروح لتلاقي رئيس إذن على هذك قلت لك أن تحجر عقليات الأحزاب قيادات الحزبية لم تتغيروا المنظمات لحد الآن التي استجابوا إلى دعوة الرئيس نحن لم نرى أن النساء شاركوا في الحوار ويعني في هذا رأنا رايحين تعديل دستور الجزائر الجديدة التي رأنا فيها 40 مليون النصف عدد سكانهم نساء ونساء اثبتوا وجوده هنا في كل يعني الميادين فهذا لكننا قاعدا نقول لك هنا الأحزاب السياسية والمنظمات لقياداتها ما زالت عقولها تحبت جدد وهي لا تجدد نفسها إذن واجبا أننا نبدأ بروحنا أننا نجدد قياداتنا نعطيه قيادات جديدة بأفكار جديدة قيادات لتتقبل وجود المرأة مهما كانت بأفكارها وبسلبيتها وبإيجابيتها لأنهم هم همش إنبياء كذلك هذه القيادات ونبني جزائر جديدة بمشاركة المرأة ولذا يؤسفني أننا وكذلك فيه من يمثل المرأة في الحكومة ولكن ولا أحد يحرك ساكن أنا تمنيت لو كانت مبادرة من بعض الوزارات التي هي تهتم بشؤون المرأة وكان لنا ندوى أو يوم وطني وبلغنا رسالتنا وتوصيتنا عن طريق الوزارة التي هي تهتم بشؤومنا لأن الأحزاب السياسية ربما عند قصد ولا عند غير قصد أحملت مشاركة المرأة وهذا شيء مهم جدا الجانب النسوي طيب المرأة كانت في قلب التحولات منذ 22 فبراير 2019 سيدة لويزا كيف ترين مرافقة المرأة الجزائرية لهذا المسار الهام والكبير الذي عاشته الجزائر منذ ذلك التاريخ إلى اليوم الثامن مارس كانت هبة لا نظرة لها خرجت المرأة جنبا إلى جنب مع الرجل تصدح بصوتها نعم للتغيير نعم لكل هذه الأمور كيف ترين مرافقة المرأة للحراك الشعبي مرافقة المرأة للحراك الشعبي هو نفسه مرافقة المرأة للثورة الجزائرية هو نفسه مرافقة المرأة الجزائرية لأوضحها أي مأين كانت البلاد عندما تتحقها البلاد رأي هنا لم يكن وقت سجننا فيه غياب للمرأة الجزائرية لماذا قلت لك هذه الأفكار مستورة داخلة علينا لم يكن جديد علينا أن المرأة كان عندها المكان من عائلتها وتوسع إلى مجتمحة تحس بالواجب وتأدي لا تسنى مشاركة المرأة في الحركة وفي هذه التغييرات التي تحصل في المجتمع الجزائري شيء طبيعي جدا وهذا ما يجب أن يكون عليه وإلى اليوم كل جمعة نساء رهم جنب إلى جنب مع إخوانهم الرجال ماذا تغير سيدة أبو راس ما بين قبل 22 فبراير وما بعد 22 فبراير 2019 بالنسبة للمرأة الجزائرية وما كانتها خاصة في الجانب السياسي أنت تفضلين هذا الجانب نعم هي المرأة دائما عندها لمستها عندها بصامتها أنت تتحدث عن الحراك السلمي عن سلمية الحراك وأنا نقول سلمية الحراك جاءت من مشاركة المرأة لأن المرأة خروج الأم والبنت والأخ والزوجة يعني خرجت عائلات ولذا أنت تعرف طبيعة الرجل الجزائري يحترم العائلة لما تكون عائلة يحترم وهذا كان محور يعني كانت الانطلاقة لسلمية الحراك هذا من الجانب الأول من جالب ثالي خروج المرأة أنت تعرف المرأة وهي دائما تفكر في مستقبل أبنائها وفي مستقبل أسرتها وفي يعني كرامة إسرتها إذن خروجها لما حست المرأة الجزائرية بأن مستقبل أبنائها في خطر ومستقبل يعني ما كانش الطريق ما هوش واضح يعني لبناء مستقبل للإنسان بوش يعمل ويسكن ويكون يعني يحتكم إلى حياة مريحة خرجت هذه المرأة إذن المرأة الجزائرية شوف طبيعة المرأة الجزائرية التي تختلف تماما عن طريق عن طبيعة والمرأة المسلمة يعني تفكر دائما في خدمة عائلتها في استقرار العائلة في فرحة العائلة في هذه الأشياء حتى لو تخرج للعمل من أجل إعالة العائلة أو إدخال الفرحة والاستقرار للعائلة طبيعة المرأة الغربية غير ذلك المرأة الغربية تريد هي أن تعيش تريد هي أن تصل الأنالية تتغلب عنها مادية تغلب عليها المادة أكثر من الأخلاق وأمرك أخرى طبيعة المرأة الغربية ولذا الأخت لقتلك أفكار غريبة صحيح إحنا لا ننادي بأن نكون نحن من أجل أن نكون نحن نناظل ونطالب بالاستقرار من أجل زمان مستقبل أبنائنا ومستقبل الإجيال ومستقبل وتواصل المجتمع الجزائري المرأة الغربية تناظل من أجل إثبات وجودها ووصولها إلى مواقع اتخاذ القرار وهذه ما يغضل بين المرأة المسلمة والمرأة الغير مسلمة طيب سيدة لويزيا لويزا يعني طيب خرجت المرأة الجزائرية ما هو شكل الجزائر الجديد اليوم الذي تريده المرأة الجزائرية بالنسبة لك سيدة لويزا المرأة وأول رجل المواطن الجزائري عموما أن يحب يشوف بلاده مستقرة آمنة يشوف أوضاعه الاجتماعية مليحة ومستقرة ويقدر يعيش يقدر يحوس مع أولاده ويقدر لا يصيب مصاعب حتى يدخل لهم المدرسة ويشير لهم أدوات مدرسية ويشير لهم يعني يتكفل بهم الكفالة هذه الحقوق العادية البسيطة أصبحت صعبة على الأسرة الجزائرية أصبحت مطالب أصبحت مطالب السكان والعمال ويطلب فيه حاجة كبيرة مستحيلة وهذه الأمور البسيطة كلها أحب المجتمع الجزائري المرأة الجزائرية أحب أن تشوف كما قالت الأخ الاستقرار في أسرتها وفي بلادها وتشوف كأن دولة حق وقانون لما أظلم نصيب كون يرجع لي حقي كون يرجع لي حقي رغم أن المرأة الجزائرية نقول وصلت لما واقع سيادية ومواقع في ومثلة الدولة ودارت إنجازات كبيرة يبقى أنه ظلم كبير داخل المجتمع أسباب 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 ساعات ذهنية وساعات تشريعية لأنه لماذا؟ مثلا أعطيك مثال كثير من النساء أقل من 60 سنة ما يشلحقها باش تديرها وتخطحها وليس لها من يعولها وما عندها شعائل هادو وساعات يكونوا أرامل وعندهم أيتام خذ زوج ما خلالها ما عندهاش وانتعيش هنا هدره إنشاء يضفع إلى وزارة التضامن جانب مهم نعم عندنا نساء غير متزوجات وأنا أمثلة كثيرة في المجلس تدرد من السكن الوظيفي لأنها غير متزوجة لما لحقت السن التقاعد وتخرج لأنه ما عندها ما عندها عائلة عائلة سيدة ليست متزوجة وكملة الوظيفة وخلاص لازم تخرج مسكن وظيفي لا يمنح لها سكن يأويها سكن اجتماعي أو حسب الصغلة تستحقها قلنا كاي النساء بدون مأوى أستياف في طريق نجزال كاي النساء متشريدة لسبب أول آخر هدتان راه يعتبر منقصة في أعراضنا راه في طريق هدى النساء هدو رهم بناتنا ومخاوتنا رهم أعراضنا كل واحد يشوف يشوف رحو يشوف رحو يشوف كشغل بنته راه برا يعني بأي حق لازم لها بيت يأويها لازم لها سكن يسترها ويحبيها عندنا الوضع الاقتصادي اللي نحن مقبليين عليه ما موقع المرأة فيه كيفاش لازم تكون فيه وش نرؤيتنا فيه وش كما يقولوا المساهمة اللي تقدمها المرأة حتى والرئيس قال بأنه سيقدم قروض للمرأة الماكثة في البيت من أجل يعني 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 القيام ببعض الأنشطة التجارية التي ستعيل في ناية المطق الاقتصاد الوطن لو كانت تكون مرافقة قبلية وبعدية لهذا المشاريع سوف تكون شيء جميل حبيت نزيل صفقة نقطة لأن الوقت تعف عندي نقطة في الضمان اجتماعي مثلا المرأة التي موت زوجها و تدل كم يقولوا المعاش تحى لو تزوجت يقطع عنها المعاش بالمقابل عندنا رجال لما تموت الزوجة يدي المعاش وثم لما تموت الثانية يعني يدي معاش ثاني وأما المرأة فتحرم من المعاش لأنها يعني تزوجت مرة ثانية وهذا حرمانها من حقها الطبيعي شكرا جزيلا سيدة بوراس كريمة أخيرة لأنه وقت البرنامج يعني في أقل من كما أخذت زميلتي يعني حتى أوصل فكرتي أولا أولا مرجعيتنا مرجعية نظالنا هي مرجعية تاريخية لاخذيناها من عند والدينا أمهاتنا رغم أنهم كانوا أميات لكن ناضلوا وجاهدوا من أجل تحرير الوطن لشيء هدفوا أن نحن نقرأوا وأننا ما نعيشوش العيشة اللي عاشوها هما إذن غرسوا فينا منذ الصغر أننا لازم نقرأوا ولازم نطالبوا يعني نعمل على استقرار الجزائر لأن الجزائر هي أمنا وهي اللي نعيشو فيها إذن إحنا لما وصلنا وتمتعنا بهذه الأشياء نظرا كذلك للسياسة سياسة التعليم المجاني اللي سمحت للمرأة الجزائرية لازم نقف عند هذه يعني الأشياء اللي خدمتها اللي عملتها الدولة الجزائرية مهما كانت الإخفاقات لكن فيه إيجابيات لازم نعترف بها وخاصة إحنا كنسان إذن إحنا الآن ننادل من أجل أن يعيشوا أبنائنا في العيش الكريم ثانيا النقطة الثالثة نعم لا تعطيني الوقت كما أعطيت لسيدة لكن الوقت البرنامج له أحكامهم فيما يخص مشاركة المرأة في الجانب الاقتصادي فيه نقطتين مهمتين صحيح جميل جدا أننا نساعد المرأة المكثة بقروض لكن في المقابل وجبت توفير أماكن تسويق منتوجها وينتبيع هذا المنتوج النقطة الثانية نتمنى أن تكون مشاركة المرأة مشاركة فعالة في الجانب الاستثماري لتكون مساعدة للخزينة العمومية لأن المكثة في البيت ما تخلص ليزينبو وتكون يعني إعالة مدية لكن إحنا ما يهمنا الآن الخزينة العمومية حتى تكون الأثر تحتها يعني يفيد كل الجزائري شكرا جزيلا لك سيدة ساميرا بوراس نشطة سياسية والشكر أيضا موصول لسيدة انتهى الوقت سيدة لويزة مالك نائب برلماني عن حركة مجتمع السلم شكرا جزيلا لكما وتشرفت بكما وستكون لنا فرص أخرى إن شاء الله شكرا جزيلا لكم والشكر أيضا موصول لكم أنتم سادة المشاهدين على متابعتكم لنا نلتقي غدا إن شاء الله إلى اللقاء